في لقاءات مهمة عقدها اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية ودكتور سحر نصر وزير استثمار في واشنطن مع عدد كبير من رؤساء وقيادات الشركات الأمريكية والمستثمرين خلال زيارتهم لأمريكا رئيس هيئة الرقابة الإدارية عرض جهود الهيئة في مكافحة الفساد والمتمثلة في تحسين الأداء والخدمات دعم الرقابة الداخلية إرساء ببادئ الشفافية ونزاهة منع تضارب المصالح تحديث التشريعات الدعمة لمكافحة الفساد وتسقها مع دستور والاتفقيات الدولية وكمان دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد إداريا وفنان وماليا محاولة أيضا للارتقاء بمستوى المعيشة تحقيق أيضا العدالة الاجتماعية تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة رفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وتقرير التعاون المحلي والإقليمي والدولي في مكافحة الفساد وأيضا تبادل المعلومات وطبعا الموضوع ده مهم جدا لأنه هيئة الرقابة الإدارية الحقيقة الفترة اللي فاتت بزلت مجهود في مكافحة الفساد وتصدت ليه بشكل قوي جدا جدا إحنا كمان ده لو بيعكس ردود أفعال على الوضع الاقتصادي وطبعا مواجهة الفساد بيكون شرط مهم جدا جدا لنقدر نقول لدعم الاقتصاد مرة أخرى لأنه جذب استثمارات لأنه أكيد من المنطقي أنه أكيد أي مستثمر هيجي لدولة طول ما يعرف أو يسمع أن فيها فساد وفيها بيروقراطية هيعزف عن التواجد في هذه الدولة طيب خلينا نعرف تفاصيل أكتر وما أهمية هذا بينضم لنا سيادة الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد ونائب مدير صندوق النقد الدولي سابقا دكتور فخري صباح الخير يا فندم متحية لحضرتك صباح النور أهلا بيكي أهلا بحضرتك معنا الفساد ودعم الاقتصاد هل في علاقة أو ربط بين الاتنين يا فندم؟ محاربة الفساد بالأحرق بالتأكيد يا فندم إحنا دلوقتي مهمة مصر إنها تحسن مناخل السصمار ومكونات مناخل السصمار اللي إحنا عاوزين نحسنه وإلي الدكتورة صاحب نصر ماسك هذا الملف حاليا مع التعاون الدولي طبعا إنها في بحث دائم أو يعني عمل دائب وجهود مستمرة من أجل استكمال مسير التحسين مناخل السصمار لما تبصي نمرة واحد أنا وحد بسعر الصرف أصبح المستثمر النهاطر يدخل بسعر واحد 18 جنيه 17-16 حسب العرض والطلق ده نمرة واحد ما أصبحش فيه تعادل في عصار الصرف الحاجة الثانية المستثمر برسل عنها وهي البنية الأساسية أنت عندك طرق عندك طاقة كهرباء عندك عندك إلى آخر وفي المشروعات البنية الأساسية والقومية شغالة كويسا حاجة الثالثة تشريعاتك أخبار فائية فقانون الاستثمار الحمد لله يعني صدر مؤخرا وبعد طول انتظار والحمد لله واللاحة تنفيذية خلال يعني كما وعدت الوزيرة قبل شهر رمضان يعني خلال أيام أو أسابيع والتالي دي فيها ضمانات وحوافز سرعة يعني اتخاذ الإجراءات من أجل تأسيس الشركات توصيل المرافق ترخيص مزاولة المشروعات وده في حد ذاته حاجة مهمة جدا حتى في القانون أنه من يريد التخارج والتصفية يستطيع عمل ذلك ويحول أمواله إلى الخارج في غضون ستة أشهر على الأكبر كل دي مسائل طب فاضل بقى من البروكراطية وشقيقتها الفساد صحيح بالتالي البروكراطية اصدرنا قانون الخدمة المدنية عشان نحسن من وضع الجهاز الإداري وأداءه وإنتاجيته في الأجل المنظور يعني خلال عشر سنين نتمنى أنه الجهاز الإداري الدولة ما يبهش مترحل وفيه أعداد مكدسة بهذا الشكل طب وبالتالي ده قانون خدمة المدنية يعالج على المدى الطويل البروكراطية والبروكراطية حد ذاتها ما ليست عيبا ولكن نحن نريد بيروكراطية متقدمة زي ما موجودة في الدول اللي تقدمت البروكراطية اللي عندي فيها مشكلة ومتخلفة وبالتالي قانون الخدمة المدنية بيعالكها حاجة الأخيرة بقى وهي زيارة يعني رئيس جهاز الرقابة الإدارية بالضبط ودكتورة سحر نصر طبعا في عقد بروتوكول مع البنك الدولي يعني البنك الدولي ده بيت خبرة دولي بمسل 189 دولة على مستوى العالم فعنده مهارات وعنده خبرات في الحوكمة الرشيدة وفي محاربة الفساد كل ده فوجود السيدة عرفان في مع الدكتورة سحر والتوقيع على بروتوكول بمحاربة الفساد والحوكمة والمساءلة للمسؤول إلى أخرى أي كان منتبه ده في حد ذاته يعني بداية طيبة صحيح المدهاز الرقابة الإدارية قام بجهود كبيرة صحيح في تحسين مناخ الاستثمار بكل مجتملات وفي كل مكاومات صحيح دكتور فخري الكثير من الاقتصاديين تحديداً كانوا بيعولوا على قانون الاستثمار الجديد وأنه هيكون دفعة إيجابية للاستثمار والوضع الاقتصاد المصري بشكل عام هارك بتشوف ده إزاي يا فاندو والله بصي قانون الاستثمار اللي طال انتظار والحمد لله صادر بعد مناقشة من الصحيح وكل فئة عربت عن مصالحها في هذا وده مش عيد في حد ذاته وفي الآخر بتغلب مصلحة مصر ومعها في نفس الوقت انه كل جهة سواء كانت حكومة او رجال اعمال او اصحاب مصالح الكل في هذه الحالة يريد يعني ألا تتأثر مصالحه فالقانون يعني يجتمل على ضمانات سواء كان فيه عملية تنفاذ القانون الحكم يصدر يبقى لازم ينفذ خلال فترة معينة ده معنات فيما يتعلق انه هو يعني يستطيع في حالة التحكيم يبقى التحكيم دولي في هذه الحالة محايد بنرجع مرة تانية في حوافز من عرضة لما ألاقي ان 50% من اجمال تكاريف الاستثمارية كمستثمر بتم خصمها من الضرائب بتاعتي لما الارض في هذه الحالة بجهة واحدة هي لها الولاية على الاراضي وهي وزارة الاستثمار ممثلة في الهيئة العامة الاستثمار بدل ما هي موزعة على وزارات مختلفة وأصحاب المصالح داخل الوزارات في هذه الحالة في المزادات يقولهم مصالح وبالتالي وده بمحاربة للفساد ان يكون الولاية وحيدة للأرض هي التي تخصص الأرض في أسرع ما يمكن وإنما يقوم المستثمر دفع المصاريف بتقوم وزارة الاستثمار أو الهيئة العامة في هذه الحالة بتحويل هذه الأموال إلى الوزارة المعنية للأرض تبعها في هذه الحالة لكن الولاية لتخصيص الأرض هي لوزارة الاستثمار ممثلة في الأعمال الاستثمار فده كله كمان الأعمالة أنه المستثمر الأجنبي أو أي كان المستثمر إذا ما كانت هناك نظرة في الأعمالة بتاعت لأنه بيجيب خطوط إنتاج حديثة جدا متضار بالكمبيوتر وأجهزة إلكترونية يمكن صعبة على بعض يعني ما عنديش الأعمالة الكافية صحيح أنها تواكب ده وتقدر تتعامل مع صحيح نحتله أن يجلب عمالة لحد 20% بدلا 10% في القانون القديم وده يشتعه أنه يعني يشتغل لحد ما نضرب أولادنا بل بالعكس أنه بنقوله في هذه الحالة أن الحكومة بتقوله شغل المصريين للعمالة المصرية والحكومة تتحمل يعني مصاريف تدريبهم عنده هو في هذه الحالة أو في مراكز تدريب حكومية أو لدى الشركة نفسية والحكومة هي التي تتحمل تدريبهم لأنه دو الأولادنا عشان ما يجلبش عمالة أكثر من المصروب في هذه الحالة لأن إحنا عندنا نضرة وأعتقد أنه من ضمن الحاجات اللي لابد الحكومة تبزي المجهود وتبدأ تستسمى في أولادنا في يعني التعليم الفني والتدريب الفني في هذه الحالة فده مهم جدا عشان عمالنا يكونوا يعني التكنولوجي اللي بتستور بصراحة على مستوى العالم في هذه الحالة صحيح دكتور فخري استعرضت مع حضرتك أو حركة استعرضت معنا نقاط كثيرة من بداية المدخلة ولكن هل في نقطة بعينها حضرتك شايفها أنه هي الأساس في إعادة أو دعم الوضع أو الاقتصاد المصري بشكل عام الفترة القادمة هو أنه البرنامج الصحي الاقتصادي اللي احنا حطنا في مصر هنا برنامج وطني فعلا يعني بيخاطب مشاكلنا اللي احنا عارفينها لكن القضية ليست قضية برنامج الصحي اقتصادي واجتماعي قوي بقدر ما هي أنه قدرتنا على تنفيذ وتطبيق هذا البرنامج من حكومة مقتدرة وبالتالي أي بط في يعني في الحكومة الحالية أو عدم تناغم بيولد مشاكل زي التضخم يولد مشاكل زي أن احنا العجز ينحرف عن مصارف الموزنة العامة للدولة فالقضية مرغونا بشكل كبير جدا في أداء الحكومة وقدرتها على تنفيذ ما جاء بالبرنامج فأي خطأ عدم تناغم بين أعضاء الحكومة أو أي طباط أو بط في تنفيذ البرنامج ومكوناته في التاريخ المحدد ده بيولد مشاكل اللي احنا بنحاول نحلها حريك شايف يا فندم أن الحكومة حريك شايف يا فندم من الحد الآن الحكومة بالفعل قدرت أن هي تنفذ هذه البنود خلينا أقولك بصراحة أنه حمل مصر تيل بتستهلك الحكومات بسرعة يعني حكومة البيبلاوي قعدت تسعة تشهر حكومة محل بقعدت سنة يعني لما تحسن الوضع شوية حكومة المهندس الشريف قعدت سنة ونص الوقت أعتقد أن هي انه 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 حقيقة بزلت كل ما لديها أصبح يعني الحمل ما زالت واعتقد أن هي محتاجة يعني مصر محتاجة إلى تدديد دماء وحكومة المهندس في هذا البرنامج القوي لكن التنفيذ هو الأهم ما عندي في هذه الحالة هناك بعض البط وعدم التناهم في هذه الحكومة بع الرغم أنه هناك وزراء محترمين جدا حوالي من تقريبا ما يقرب من ثلث الحكومة اللي هي مكانة من 34 وزير ثلثهم أكفاء بالتالي يقوموا بواجباتهم على قيام وبالتالي في هذه الحالة عندما حتى لو جددت الحكومة ورأس التقومة يبقى بيتم الإفقاع على هؤلاء المجراء المحترمين في هذه الحالة لأنه أداءهم ممتاز خلال فترة اللي فات صحية مشكورك شكرا جزيلا دكتور فاخري الفقي على هذا التوضيح ترجمة نانسي قنقر